الانقباض العضلي يعتبر الانقباض الوظيفة الأساسية للعضلة والمسؤول عن القوة الناتجة عنها وبدرجاتها المختلفة والسؤال الآن هل تعلم كيف تحدث عملية انقباض وانبساط العضلات؟ هيا نتعرف على الإجابة سويا تحتوي الخلية العضلية الواحدة على الألاف من القسيمات العضلية وكل قسيم عضلي يحتوي على العديد من الخيوط البروتينية السميكة والمسمى المايوسين والخيوط البروتينية الرفيعة والمسمى الأكتين وتتم عملية انقباض العضلة وانبساطها من خلال الحركة الميكانيكية بين هذه الخيوط فعندما تصل السيالة العصبية المحملة بأوامر التقلص من الدماغ إلى العضلة عن طريق الأعصاب تصل هذه السيالة إلى الأنابيب المستعرضة التي تحتوي على أيونات الكالسيوم فتتحرر هذه الأيونات بالساركبلازم ليتم تثبيت أيونات الكالسيوم على خيوط الأكتين وبالتحديد على جزيئة التروبو مايوزين المتواجدة على هذا الخيط وهذا الاتصال يسبب إزاحة خيوط التروبو مايوزين وبمجرد إزاحة هذه الخيوط تتصل الجسور العرضية بمناطق الارتباط لتقوم بتثبيت الأكتين على المايوزين بعد التحام الأكتين بالمايوزين تتم عملية تحلل مائي هيدروليسيز للـ ATP المرتبط برؤوس المايوزين وينتج عنها طاقة فتستدير رؤوس المايوزين نحو مراكز الساركومير وينتج عن دوران رؤوس المايوزين انزلاق لخيط الأكتين نحو المايوزين فتقلص حجم طول الساركومير ما ينتج عنه ظاهرة التقلص العضلي